جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تأكيدا على استمرار التعاون والتنصيق بين مختلف الجهات المعنية بشأن الإسراعي في إجراءات الإفراج الجمرقي عن مختلف السلع والبضائع بالمواني المصرية وذلك سعيا لتوفير السلع المختلفة بالأسواق المحلية جاء ذلك خلال استعرض مدبولي لتقرير مفصل حول آخر المستجدات الخاصة بموقف البضائع المفرج عنها بالمواني المصرية وأفاد التقرير بأن البضائع المفرج عنها لمختلف الأغراض الاستيراضية خلال الفترة من الأول وحتى العاشر من يناير الجاري وصلت قيمتها إلى أكثر من مليار ونصف المليار دولار وكأن شهر ديسمبر قد شهد الإفراج عن بضائع بنحو سبعة مليارات دولار وذلك تصل قيمة الإجمالية لما تم الإفراج عنه منذ الأول من ديسمبر وحتى الآن لنحو ثمانية مليارات ونصف مليار دولار اشتركوا في القناة